فألت نطنط مثل ما لاحظتوا إخوان حالة مزعجة ومؤذية والضيع السالفة وتغير المواضيع والظل للناس وتطيهم معلومات غلط يعني أنت قعد تحكي في قصة وهذا اللي خلينا نتسائل هنا الجلسة كانت بإثر تغريدة سيد مقتدى اللي دعا بيها الاستجواب وزير المالية ومحافظ البنق المركزي ومدر من بعد ومدراء مصارف قال هم يستدعوهم اللي هو مصرف الشرق الأوسط ودولاك المصارف الأخرى شو صار تغليس على المصارف وش عجب يعني سؤال اللي باست دا أقول ليش نذبت كلها برأس وزير المالية والمصارف ما حد جاب طاريهن ليش برأيك شو ما مصرف الشرق الأوسط وهذه شو لا بدون نظرات لا بس دا أقول شو ما يعني شو ما جوي شو ما نسد موضوع جسد البرلمان وفي سياق متصل من التنطنط تعرفتوا أنا شخصياً خلال هذا الأسبوع أيضاً إلى حالة من التنطنط ولائي على هاشتاق أنقدوا بغداد لنشرناه عن فساد أمانة بغداد إحنا دا نحكي بفساد الأمانة فنطو الولائيين على الموضوع حتى يضللون الناس اللي هو هذا حتى يضيعون القصة الحقيقية الرئيسية وهناك بعض الإعلانيين المأجورين المرتزقة الذين حاولوا أن ينالوا مرة أخرى من موسى بن جعفر أحمد البشير وهذه الزوار استفزت كثير من الطائفيين من خلال الفضائيات المسمومة التي تبث حقدها الطائفي من خلال ما يروجون أنه إنقذوا بغداد ورداً إلى هذا التافه الزنديق البشير الذي يقول أحفظوا بغداد وأحموا بغداد من الزائرين أقل لعنى ابن العراق الشاف الآلام بس مرخصتك حجي بس دقيقة أوقف صح لسانك ولا بعدك ما قال الشعر صح لسانك لي قدام أنا أبدأ تفق بياك أوكي أنا تافه وزنديق وأنت إعلامي تشتغل بقناة الفرات وتعرفها يقدر فعليك بها دعوة واضحة بس إحنا التافهين والزنادق أشغل قلوبنا شبيرة لكن أسئلك بالله بشرفك أنا وين قلت أحموا بغداد من الزائرين بشرفك جديات وين هاي الهوسة على شنو أخوان أنتو ناس كبار ومحترمين ما عدا محمد البصري يمو كل الشبير يعني عيب عيب محمد البصري عيب قناة الأنوار والجنوبية ومدري منه وتخليكم تنطونه بسافة ما تعرفوها اللي موجود بحسابي على تويتر تقدرون تراجعون تكدون منه مكتوب هاشتاغ أنقذوا بغداد ومكتوب لمعرفة تفاصيل الحملة شاهد الحلقة 23 من البشير شوط طب على الحلقة القاندة نحتي هنا على أمانة بغداد وفساد أمانة بغداد وتخريب أمانة بغداد لبغداد عبر السنوات الماضية والتطبيل المبالغ بي للأمين وتلويث نهر دجلة بالمخلفات الصلبة اللي يندين دار بيه والفساد المالي اللي مورس بشكل ممنهج على العاصمة بغداد فأنقذوا بغداد من فساد المسؤولين عن بغداد ليش تظللون جمهوركم وتخلوهم بهيتي موقف محرج أمامي يطلعون بيه ما يفتمون قدام العالم تريد ترد علي أو على البرنامج لأن أزهر الخفاجي مدير القناة ضايج منها البرنامج أو هذا العام رضايج رد سياسيا والله ما عندي مشكلة أطلعها منصب عليكم يا ساق بس ما عندي مشكلة مثل ما عندي داحت شوياكم سياسيا اعتكم 33 قناة باتحاد الإذاعات الإسلامية سووا بها كل قناة برنامجيا 66 برنامج عليها وردوا بس من تستعملون طقص ديني حزين مرتبط بمشاعر الناس حتى تردون على مجرد برنامج سياسي ساخر فهي هاي الإساءة لطقوس الناس الدينية ومعتقداتهم مو حملتنا اللي صارت على فساد أمانة بغداد فيا عمو الإعلامي الله يطيك الصحة والعافية ويتقبل منك الزيارة إن شاء الله ويته الشيخ أنا الله يتقبل عمالك إن شاء الله ويته محمد البصر يمشي ولي اللي صار اللي صار هو الإعلام الولاي قرر يتمطط علي وينسب لي كلام آني ما قايله ويروح يسأل الناس الرايحين للزيارة عليها ويخلي الناس تحكي وأني ما قلوم الناس أكيد لحظة عاطفية طالع بالزيارة وجدتك قناة فضايا قالت لك هذا يحكي عليكم أنت الزوار فأكيد رح تحكي مشاعرك الحقيقية اللي آني والكادر هنا جدا نحترمها بس بما أنه هم ربطوا الموضوع وياك بدي انتجاهي بلا أنا تافو زنديق أوكي بس أنا اللي أعرفه أكو آية قرآنية طبقت هنانا حرفيا اللي هي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبين فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا عمي أنا مسامح الناس اللي حشت مره لو لا تصدقون اللي يجيبون أخبار اللي تتأكدون سامعكم اللي تتأكدون